ما زلنا في الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على روسيا وعلى أوكرانيا وعلى المنطقة حيث أعلنت شركة جازبروم الروسية رسميا وقف امدادات الغاز لشركة ألمانية كبرى وأخرى دانماركية فيما قللت برلين من شأن ذلك وقالت شركة روسية أنها أوقفت الامدادات إلى شال أنيرجية أوروبا في ألمانيا وإلى دانش أرستيد الدانماركية بسبب عدم السداد بالروبل بالعملة المحلية الروسية واستمر تدفق الغاز الطبيعي للدانمارك عبر ألمانيا بثبات اليوم الأربعاء على الرغم من قرار جازبروم بحسب بيانات من مشاغل المنظومة الدانماركية أنيرجينيت وفي التعليق قالت الوكالة الاتحادية للشبكات وهي الجهة المنظمة للشبكات في ألمانيا أن قرار الشركة الروسية قضع امدادات الغاز عن شال أنيرجي يؤثر على كميات صغيرة فقط في ألمانيا مضيفة أنه يمكن تعويضها من مصادر أخرى ولا يوجد خطوة نبي مباشر للغاز من روسيا للدانمارك وقالت وكالة الطاقة الدانماركية أن أمام المشترين في البلاد خيار الشراء من مصادر أخرى غير جازبروم وأمس الثلاثاء على شركة الغاز الروسية تعليق امدادات الغاز الطبيعي إلى هولندا بسبب رفض الأخير الموافقة على مطالب موسكو الدفع بعملة الروبل المحلية وقالت شركة في بيان إنها ستوقف الامدادات إلى شركة جازتيرا التي تشتري الغاز وتتاجر فيه بالنيابة عن الحكومة الهولندية اعتبارا من أمس الثلاثاء أشار البيان إلى القرار الروسي باعتماد الروبل في عمليات شراء الغاز الروسي اعتبارا من الأول من أبريل نيسان الماضي مضيحة أنه تقرر قطع امدادات الغاز الروسي بالكامل عن هولندا بسبب رفضها لذلك اشتركوا في القناة